دكتور كمال أهلاً وسهلاً بحضرتك معنا أهلاً بسيارتك سعادة الدكتور وسعادة الحقيقة بهذا الكتاب الجميل الحديث وعن كلامك الكثير طبعاً دايماً فيه موضوع كل ما هو مصري الكتاب اسمه الغناء وعبقرية الثقافة المصرية هو طبعاً عنوان مميز جداً لماذا اعتبرت أنه الغناء هو أحد ملامح الثقافة المصرية والعبقرية المصرية؟ مسائل خير على سيادتك وعلى المشاهدين مسائل وشرف لي أننا أكون مع الدكتورة دورية شرف الدين شكراً القامة المعروفة في الإعلام المصري شكراً جزي الكتاب تعبير أنا شايفه تعبير عن عبقرية الثقافة المصرية الثقافة المصرية عميقة وقديمة وممتدة ولها قيمة يعني قيمة حاسمة في تكوين المصريين المصريين لما تكونوا يعني من العصر المطير ما تكونوش على أساس قبلي ما احناش قبائل ما احناش بني عبس وبني زبيان وبني تيم وبني كذا ولا على أساس عرقي مش أعراق متجورة واجتماعة احنا تكوننا على أساس فردي فردي أفراد كان فيه من حوالي عشر تلاف سنة عصر المطير العصر المطير ده خلى كل الناس رايحين جايين الدنيا كويسة والحيوانات موجودة والأشجار موجودة والمياه موجودة فما فيش داعي نتجمع ونعيش ومازالت كهوف العوينات فيها أسار الإنسان لما جي عصر الجفاف بدأوا من ينزلهم من الهضاب ويروحوا نحية ودي النيل فبدأنا نتكون طب نعمل ايه؟ ايه الكود الأخلاقي فعلشان كده كان لازم يدوروا على حاجة تجمع هؤلاء الناس اللي جاي من الشرق واللي جاي من الغرب ومحورين سهموا في تكوين مصر محور نهر النيل من الشمال للجنوب ومحور المتوسط وبدأوا المصريين يتجمعوا طيب نصير حياتنا على أساس ايه؟ نصير مجتمعنا على أساس ايه؟ فعلشان كده عملوا حاجتين أساسيتين الحاجة الأولى الماعت اللي هي أيمة على فكرة القسم الإنكاري انك ما تعمليش عمل سيء علشان تخلى دي وتروح الحياة التانية وكان الجزء التاني الثقافة الشعبية اللي جيه الغناء كشكل من أشكال تقطير وقمة هذه الثقافة اللي هو الغناء اللي تعبير عن كل حاجة في حياة المصر تعبير عن مثلا علاقته بالأديان نحن عشان كده تلاحظة حضرتك غنينا للحج وغنينا للرسول وغنينا الرمضان تقصي جميل عند المصريين المسلمين غنينا لمظاهر الحياة المختلفة غنينا للظهور غنينا للصباح غنينا للصداقة غنينا للحب غنينا للمرأة غنينا للإنتاج والعمل غنينا للأطن غنينا للأمح غنينا لكل مظاهر حياتنا الحقيقة المصريين شافوا أنه ده كان كمان جزء من حفوتهم بالحياة وتقدسهم للحياة المصريين كانوا بيقدسهم الحقيقة وده كان سؤالي فعلا اللي حتك بترد عليه حاليا شكرا للمشاهدة